اشتركوا في القناة نذكر هذه الأوقات حلوة والحلو هيك أعطاهم دفعة معنوية إيجابية وصار حكي لهم أنه أنتوا المستقبل وأنتوا الأمل والوطن بانتظار عطائكم وأكيد تمنى لهم أنه التوفيق في هذه المرحلة وهذه السنة الدراسية فحسيت هذه اللفتة كثير حلوة وشفت كيف بدأت الطابور أو النشيد ورفع الراي وهذه الأشياء وفي قصيدة حلوة غنوها كلهم مع بعض بعنوان نشيد الوطن بحب أن نشوفه مع بعض نشيد الوطن يلا أبنائي وبناتي مع بداية السنة الدراسية الجديدة يا حبيت أصبح عليكم وعلى إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات أنتوا الأمل وأنتوا المستقبل والوطن بانتظار عطائكم بالتوفيق إن شاء الله والله يعطيكم العافية وشكراً كثيراً أبنائي 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 نهاية تلك الطلاب نكون صريحين مع بعض أول يوم دراسي هو أبشع يوم بالسنة تكون للطلاب بس لو أنا كنت محل واحد من طلاب المدرسة سيكون أحلى يوم بحياة دراسة أصبح بجلالة الملك يأتي ويحكي معنا بالطبور الصباحي وهو كان أيضاً من الأشياء البشعة بالنسبة للطلاب الطبور الصباحي وأخبار وإذاعة لكن لا، كتير حلوة تلاقي أنه الإنسان الذي نخطد فيه الإنسان الذي نحن نطلع على إله وهو سندنا يعني 100 فيكون موجود معنا بأول يوم دراسة هذا تكفي يعني 100 طولة العمر لجلالة ملكنا دائماً لفتاته على الوجع صح يعمل أشياء بالوقت المناسب ويحكي الإشي الصح بالمكان الصح الله يطول بعمرك سيدي وإن شاء الله يعني عم نشوف برضو آخر فترة موضوع المدارس عم يكون فيه مشاكل شوي للأسف بكتير محافظات الأردن إن شاء الله أنه هيك يجي عنا يوم يكون خالي من المشاكل الدراسية ويكون كل طالب للأردن قادر أنه يقدر أنه يتعلم التعليم الصح يقدر أنه يتلقى العلم بطريقة صح من الناس الصح فأتوقع ألفتي جميلة جداً من سيدنا وخصوصاً بأي أول يوم من العام الدراسي اللي هو زي ما حكيت يكون يوم بجزل الطلاب أنه صعب ورجعت مدرسة بعد أطلة طويلة على كل حال برضو فينا خبر له علاقة بالعام الدراسي تحية كبيرة لكل كوادر إدارة السير عنا بالأردن أطلقوا حملة توعوية أيضاً بمناسبة العام الجديد عشان بتعرف السير والمدارس مرتبطين مع بعض بشكل كبير في عنا للأسف كتير حوادث دهس عم بتسير بكون الطالب هو الضحية فالي صار هاي الحملة كانت خلينا أحكي بتتمحور أنه كيف نقطع الشارع العبور السليم والأمور هاي كلياتها فتحية كبيرة لكل نشامة إدارة السير يعطيكم ألف عافية وفعلياً مهمتهم السهلة أنا يعني كان إلي شرف أني أشتغل على قرب ما إدارة السير وأعرف أرقام وأشوف تفاصيل بعرف أنه مهمتهم السهلة صحيح يعني اللفتي هاي حلوة الاهتمام بالطلاب اللي هم الأساس للمجتمع إشي كتير حلوة شوفي بدي أرجع للمقدمة اللي حكيتها بجوز إحنا بنسافر ومنطلع بره وبنحكي يا ضيي شوف لو بره هيك سير إننا بالأردن ولو لو 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 النظام وهيك بسير لواحد عنده حالة من السلبية ولكن تصرفات صغيرة بنشوفها ببلدنا زي موظف الجوازات لما يختم على الجواز وقول لك هلا وغلا تيجي عند الموظف الجمارك قولك تفضل سيدي نشوف شرطي سير يعطيني عمرها ما صارت معاي إن شاء الله تسير إنه يعطيني ملبسة ولا إشي حلو هاي بتخلي في عنا جد ولو تصرف صغير إنه فيه أمل وإنه الأردن راح تكون أحلى تحية كبيرة لكل كوادر سير تحية كبيرة لباسم بيك وتحية كبيرة كمان لرعد الفلاح أخوي رعد يعطيكم ألف عافية